اشتركوا في القناة طبعا هو موضوع بسيط وحكيتهم بلا أكثر ولا أقل فإن شاء الله راح نتحول للحاسبة ونشوف هذا الموضوع وننهي قصة الأنيولار بريفينتر نهائيا بعد ما عدنا إشي بيها فقط الأسئلة اللي احنا راح إن شاء الله نشرحها ونفصلها لكن من بعد ما نكمل إنش كم موضوع حتى نبلش بالأسئلة من بداية الإكوبمنت شنو مواضح خلصناها نقول ياابا هذا الموضوع المعين أوكي هذي أسئلته هذي أسئلته ونحلها نشرح لكم السؤال ونقول ياابا ليش اختار مثلا هذه الإجابة أو بالبداية شنو إجابته وبعدين ليش اختار هذه الإجابة من بين الإجابات البقية وهو أيضا يعني شو نقول علي تذكير للفيديوهات السابقة حتى ترجعو لها وتشوفوها وهذا كل ما في الأمر وخليني تحول للحاسب حتى نشوف موضوع لكلوزنج تايم الخاص بالأنيولار بريفينتر ها كل المواضيع اللي شرحناه سابقا حتى ما طول عليكم هذا هو موضوعنا لأنيولار بريفينتر كلوزنج تايم وهو الموضوع الأخير إن شاء الله وهذه فد يعني سبحان الله فد فرحة شبيرة بداخلي هنا إنه وصلت لهذا الموضوع وخلصت الخاص بالأنيولار بريفينتر فخلييني تتحول عدني الكلوزنج تايم فور اول تايم شو نوت اكسيد شو نوت اكسيد يعني شو نقصده يعني إنه وقت الغلق لكل الأنواع يجب أن لا تتجاوز زين أو لا تزيد عن إذن بالنسبة لي الثمنتعش وثلاثة أرباع أوكي ثلاثين سكند فور بريفينترز سمولر ذان ثمنتعش وثلاثة أرباع زين ثمنتعش ثلاثة أرباع لازم ما تزيد عن ثلاثين ثاني إذن أنا اللي أقل من ثمنتعش وثلاثة أرباع لازم شنو يكون ثلاثين ثاني زين خمسة واربعين ثانية فور بريفينتر ثمنتعش وثلاثة أرباع أوكي واللي أكبر منعته يعني المفروض المفروض خمسة واربعين ثانية من ثمنتعش إلى أحجام أكبر شكو حجم يجيني أكبر المفروض أنا ما يتجاوز الخمسة واربعين ثانية اللي أقل من ثمنتعش ثلاثة أرباع لازم ما يجاوز ثلاثين ثاني أوكي وأكو فيديو أنا شارح بي اللي يعني موضح لكم هو إشقد عدد الثواني للقياسات اللي أقل من ثمنتعش وثلاثة أرباع هذا بما يخص يعني أوقات الغلق بالنسبة للبي أو بي الأنيولر أبريفينتر تمام فهذا كل ما عندي لهذا الدرس وإن شاء الله نشوفكم الدرس آخر تحياتي لكم أتمنى أتمنى أنه تستمرون بمتابعة الفيديوهات حتى تساعدني بتقديم أكثر على متحتة أشوف أكو ناس متحفزة لهذا الموضوع وقاعد تتابع وتريد من عندي معلومات أضافية فالناس اللي مستمر حسة حاليا أعداد نوصل ستة ألاف واللي قاعد يتابعون الفيديوهات ما يتجاوزون الميتين أو ثلاثمين فنتمنى نتمنى أنه واحد يحفز الثاني حتى يتابع الفيديوهات ويشوفها ويستفاد منعتها وعندي منصة على اليوديمي للناس اللي تريد ونشرت عنها على قناتي على Oilfield Engineer الخاصة بالتليجرام نشرت أكو يعني نسوي أنا كورسات يعني أسعارها بسيطة ومرات أسويها مجانية للناس اللي يعني حاولون يدربون نفسهم ومعتهم الإمكانية يدفعون هو موفد شيء يعني موفد شيء غالي أسعارها كلها عشرين وثلاثين دولار لكن قيمتها هي أكثر من هذا الشيء هي للمساعدة وأيضا يعني تساعدني بترتيب وتطوير القناة فاللي عاجبه منصة اليوديمي أنا ضايفها بالوصف اللي عاجبه أنه يشتري كورسات مدفوعة يتوجه لها ويشوفها وأنا قاعد أسوي كودات حتى أنقلل بالأسعار والناس تستفاد منعتها فالهنا أنهي الدرس ونشوفكم بخير إن شاء الله ولا تنسوا مشاركة الفيديو واللايك والتعليق اللي يليغ بهاي القناة تحياتي لكم شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر